تعاون دبلوماسي واقتصادي على أعلى مستوى انتهجته مصر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة وهو تعاون قائم على تبادل المصالح المشتركة للطرفين وتأتي ألمانيا على رأس تلك الدول التي حرصت مصر على توثيق وتعميق علاقاتها معها وخصوصا في العقد الأخير علاقات راسخة تجمع مصر وألمانيا على المستويات كافة وخصوصا المستوى السياسي بين قيادتي البلدين إزاء ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة والعالم التنسيق بين القيادتين المصرية والألمانية يتعلق بالأساس بسبل دعم وتوطيد التعاون الثنائي وملفات دعم التجارة والاستثمار وتوطين الصناعة وتحفيز دور القطاع الخاص بين البلدين بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين القاهرة وبرلين أما عن قضايا وملفات منطقة الشرق الأوسط فتنال اهتماما كبيرا من جانب زعيمي البلدين وفي هذا الإطار تأتي الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس وكان آخرها الاتصال الذي جرى نهاية الشهر الماضي وتناول التطورات في الأراضي المحتلة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأكد الزعيمان خلال المكالمة على أهمية التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعلى أهمية كسر دوامة العنف بالمنطقة وتتوافق القاهرة وبرلين على رفض بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة كما يدينان عنف المستوطنين المتطرفين وأي محاولات لطرد الفلسطينيين من أراضيهم المستشار الألماني شولتس كان حريصا على تهنئة الرئيس السيسي بتوليه رئاسة مصر لفترة جديدة وخلال تهنئته أكد شولتس أن ألمانيا ومصر ستواصلان العمل معا بنجاح وبروح الشراكة في المستقبل ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا بالعديد من المجالات السياسية والاقتصادية وترسيخ سبل التعاون مع مجتمع الأعمال الألماني وجذب الاستثمارات وإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات وتتشين اتفاقيات جديدة لمضاعفة الدعم الألماني للتعليم الفني والأساسي بمصر وإنشاء تحالف بين وزارة التعليم العالي والجامعات التطبيقية الألمانية والتعاون الملحوظ في مكافحة الإرهاب وتوحيد المواقف إزاء العديد من الأزمات الدولية وفي ظل التقارب الكبير بين القيادة السياسية في البلدين تحولت ألمانيا إلى شريك ناجحا لمصر في العديد من المشروعات التي تبنتها الدولة من مشروعات قومية ضخمة كانت لها المردود الإيجابي والكبير على المواطن المصرية وتعد مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في الشرق الأوسط كما تعد ألمانيا بالنسبة لمصر واحدة من أهم الدول الأوروبية التي تحرص القاهرة على تعزيز التعاون معها في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر